السلام عليكم اليوم موعدنا مع قصة جديدة يا رب إلا سامحت عبادك السيئين أنا عمري ما غدا نسامحهم هاد الكلام ماشي ديالي هادا كلام المغنية التركية بيرجين بيرجين صاري لمشير تركيا واللي تعرفات باسم بيرجين زادت في مدينة ميرسين بتركيا نهار 15 يوليو 1959 وكانت هي صغيرة في أخوتها والديها تطالقوا فاش كانت مازالة بقى صغيرة يلاه كان عندها سبع سنين وعاجت مع الوالدة ديالها في أنقرة قرأت بيرجين من الابتدائي ودخلات من بعد المعهد الموسيقي وتعلمات تعزف على البيانو وتشيلو بقات بيرجين في هاد المعهد عامين ومن بعد مقدرتش تكمل لحقاش مكانوش عندهم الفلوس واضطرات أنها تخدم وخدمات في مكتب البريد ومن بعد تزوجات في عام 1977 ولكن هاد الزواج ما دامش عاشت مع رجلها ربع سنين واضطلقات منه وديزت عامين يعني في عام 1979 كانت وحد النهار سهرانة هي والأصدقاء ديالها في واحد الملحة وحبسوها سحبها باش تنود وتغني ومن اللي شافها وسمحها مول الملحة خدمها عنده وبدأت كتغني في اللول الأغاني التركية التراثية ومع الوقت تشهرات وقرات تتحول الأدنة وثم في انطلاقات رجلها الثاني اللي اسميته خالص سيربس وحنا فين غدا تبدأ المعاناة ديالها ديال بالصح تزوجات بخالص ومن بعد غدا تكتشف باللي أنه مزوج وعنده ربعا ديال لولاد ما تقبلتش هاد الشي تخاسمات معاه وهربات وخلاتوا ومشات لإسطنبول تبحى الإسطنبول وقناحها باش ترجع وفعلا رجعت ولكن العائلة ديالها ما كانتش متقبلة أبدا باش ترجع ليه وبدأت الخلافات بيناتهم وطلبات منه اطلاق بسباب الضغط ديال عائلتها وهاد الشي ما عجبش خالص وقرر ينتاقم منها وفي عام 1982 كانت في مالها ليلي في إزمير كتغني تقدم لعندها واحد الرجل ورمع ليها حمد نيتريك على وجهها وبسبابه فقدات عينيها وتحرقات حروق متفرقة في الجسد ديالها دوزتش حال في المستشفى باش يلاه تعافى والحمد لله رجع ليها تشوف لعينها اليسرى أما العين اليومنا ما بقاتش كتشوف بيها بالمرة وبسباب هاد الشي بيرجين تأزمات بزاف وما بقاتش قادرة تغني وبقات ثلاث سنين وهي ما كتدير حتى شي حفلة حتى الـ 1985 عاد رجعاتك تغني في شي ما لها ليلي في إزمير وولاتك تغطي هديك العين المفقودة بخصلة من شعر ديالها وشي مرات كتدير النظارات ومن بعد شهرين على الحادثة تشد المجرم والتحكم عليه بسبع سنين ووخقاها تشي لي دار ليها ما بردش ليه القلب ابقى مصر باش يتخلص منها بمرة ونهار 14 غشت في عام 1989 كانت بيرجين غداه يومها في طموبيل المدينة مرسين وبالليها خالص تابحة وقفت في واحد الاستراحة وعيطات البوليس وشكات به ومن اللي دخلت هي والأم ديالها لواحد المطعم لقات خالص قدامها وبدأوا كيتخاسمو ومن بعد مشات بيرجين للطموبيل ديالها باش تهرم منه ولكن خالص دربها بالقرطاس هي يومها هي ماتت ومها جو فيها ثلاثة ديال القرطاسات ماتت بيرجين والدفنات في المدينة اللي تولدت فيها أما خالص اهرب الألمانية وما تشد احتدازت عامين على الحادثة عاد سلماته ألمانيا لتركيا وفي عام 1997 خالص كان خرج من الحبس وكمل حياته عادي وتزوج ومع ذلك ما تفارقش على بيرجين حتى من بعد الموت ديالها كانت العائلة ديالها كتشوفه مرة مرة حدا القبر ديالها وقال باللي غادي انتاقم حتى من عدامها الشي اللي خلى العائلة ديالها تبني واحد الصور على القبر وفاش اسمع بفريق ديال الانتاج باغي يصور فيلم على حياتها هددهم بالقتل وقال باللي صحاب الفيلم باغين غير يدخلوا في شؤون الآخرين وهما ما عارفينش اش كيكون مورا البيبان المسدودة ولكن صحاب الفيلم ما تدوهاش في التهديدات دياله وعملوا الفيلم وهذه كانت هي قصة المغنية بيرجين اللي كانت كتسمى بامرأة الاحزان على اسمية واحد الفيلم كانت عملاته في نظاركم انتوما كيف اجاكم تصميم راجلها على انه ينتقم منها كانت منى تخليوا اراءكم في التعاليق وشكرا لكم على المشاهدة وكانت منى تشتركوا في القناة وتفاعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد وإلى اللقاء في قصة جديدة